في عملية سياسية قد تكون الأسوأ في تاريخ العراق الحديث كما يقول أركانها أنفسهم يحدث أن يصل عدد الأحزاب لأكثر من 300 حزب في نظام زاوج بين الدكتاتورية والفوضى لينتج حالة أودت بالبلاد إلى ما هي عليه اليوم ولأن المتهم هو ذاته القاضي فقد كان قانون الأحزاب الذي أقر عام 2015 مثالا في لي عنق النصوص القانونية وجعلها فضفاضة بما يخدم أهداف الأحزاب التي سطت على جميع مؤسسات الدولة خبراء قانونيون تحدثوا عن الثغرات الجمة التي أتخم بها القانون خصوصا أن فقراته تؤول بأكثر من شكل كما أهمل عدة قضايا على رأسها تبعية الأحزاب للجهات الخارجية وتغذية الخطاب الطائفي فضلا عن إقراره دعم الأحزاب بالأموال ما يثقل كاهل الاقتصاد العراقي لكن العلة الأبرز فيه هو التغاضي عن الأحزاب التي تمتلك أجنحة مسلحة والميليشيات التي أنشأت أسماء سياسية لخوض الانتخابات إذ يمنع القانون هذا الأمر ظاهريا لكنه يتغاضى عنه طالما أن أغلب الأحزاب المشاركة في العملية السياسية تمتلك أذرعا مسلحة مفوضية الانتخابات رفضت التعليق على هذه الحيثية واكتفى أحد مسؤولها بالقول إن العملية السياسية برمتها قائمة على هذه الأحزاب وتطبيق القانون يعني تغيير النظام السياسي في البلاد وعلاوة على ذلك كله تهمل السلطات الحكومية في العراق استغلال المال السياسي ومؤسسات الدولة بل حتى المشاريع الكبرى في خدمة الأحزاب ومرشحها حتى أضحت شعارات إعادة الإعمار وتوفير الوظائف ركائز العمل الانتخابي بصورته الراهنة مئات الأحزاب سجلت في المفوضية يقول نواب في البرلمان إن الكثير منها لا وجود لها على الأرض بل تستخدمها الأحزاب الحاكمة كواجهات جديدة بعد أن استهلكت ما لديها من وجوه وشعارات ما يجعل الانتخابات البرلمانية المقبلة مجرد مناورة سياسية لمنح العملية السياسية فرصة النجاة بعد أن شارفت على الموت خلال ثورة تشرين ترجمة نانسي قنقر